بسم الله الرحمن الرحيم مر رجل بقوم من المسلمين فسلم عليهم فلما مضى قال رجل من الحاضرين والله إني أبغض هذا في الله تعالى فقال الناس بئس والله ما قلت والله لنخبرنا قم يا فلان إلحقه فأخبره بهذا فلحقه أحدهم فأخبره فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مررت بقوم من المسلمين فسلمت عليهم فقال فلان أنه يبغضني في الله فادعه يا رسول الله وسله لما يبغضني في الله فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل نعم أنا جاره وبه خابر والله يا رسول الله ما رأيته يصلي إلا الصلوات الخمسة التي يصليها البر والفاجر فقال الرجل يا رسول الله سله هل رآني هل أرأني أسأت في الصلاة أو أخرتها عن وقتها أو أسأت في وضوئها قال لا قال أيضا يا رسول الله والله ما رأيته يخرج إلا الزكاة التي يخرجها البر والفاجر قال يا رسول الله سله هرآني لم أعطيها حقها هرآني أنني لم أخرجها قال لا قال يا رسول الله والله ما رأيته يصوم إلا شهر رمضان الذي يصومه البر والفاجر قال يا رسول الله سله هرآني أفطرت فيه هرآني قصرت فيه قال لا قال صلى الله عليه وسلم قم إن أدري لعله خير منك يقول لهذا الرجل الذي يبقضه في الله قاله قم إن أدري لعله خير منك بعض الناس أيها الأحبة مبدع ولكنه إبداع سلبي مبدع في تحطيم ما بينه وبين الناس من الروابط والعلاقات وجسور الثقة بعض الناس تراه كذباب لا يقع إلا على الجرح وعلى القبيح بعض الناس سبحان الله ينظر في السلبيات ولا ينظر في الإيجابيات المؤمن ينبغي عليه أن ينظر في الإيجابيات ويعززها وينميها ويقويها يقول الإمام مارك بن أنس إمام أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه والله ما رأيت مسلما إلا ظلنت أنه خير مني وأحب إلى الله عز وجل فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحسن الظن بإخواننا وإذا رأينا فيهم تقصير فينبغي علينا أن نعظهم وأن ننصعهم بالطريقة الشرعية المعتبرة النصيحة التي وصى بها الله عز وجل ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته